قبل عامين من الانتخابات الرئاسية المقررة في فرنسا في العام 2017 حققت المعارضة اليمينية فوزاً كبيراً في انتخابات مجالس الأقليم التي جرت الأحد وحقق فيها اليمين المتطرف مزيداً من التقدم وبحسب نتائج جمعتها وكالة فرنس برس فقد مني الحزب الاشتراكي الحاكم بهزيمة قاسية في حين فاز حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بزعامة الرئيس السابق نيكولاس ساركوزي وحلفاؤه الوسطيون في اتحاد الديمقراطيين والمستقلين ب66 دائرة من أصل مئة ودائرة أيها المواطنون الأعزاء لقد فاز الليلة حزب اليمين الجمهوري وحلفاؤهم الوسطيون بانتخابات مجالس الأقليم لم يسبق أن فازت عائلتنا السياسية في تاريخ الجمهورية الخامسة بهذا العدد من الأقليم ومن أبرز الأقليم التي خسرها الحزب الاشتراكي لمصلحة اليمين إقليم كوراز دائرة الرئيس فرانسوا أولند وأقليم السون ومعقل رئيس الوزراء مانويل فالس ومن أصل 40 مليون فرنسي في سن التصويت توجه نصفهم إلى صندوق الاقتراع وهذه هي رابع هزيمة انتخابية على التوالي يمنى بها الاشتراكيون في غضون عام واحد